موسيقى موسيقى فقدنا يوم أمس قامتان عراقيتان كبيرتان لن تتعوضا ففي صباح كان الشاعر الوطن والحب كريم العراقي هو أول من رحل عنا وعند المساء صوت الأرض ياس خضر كان قد غادر جسدا ولكن يبقى صوته حيا بيننا كما هو الحال مع كلمات سيخلدها التاريخ الكبير الراحل كريم العراقي تعازينا لكل محبي الفقيدين صباح الخير عليكم مشاهدي برنامج صباح الشرقية بحلقة بداية أسبوع نتمنى لكم بداية أسبوع مثمرة في عملكم ورح نبلش إياكم اليوم حلقة صباح الشرقية أني وزين صباح الخير عليك صباح الخير عليك زهراء صباح الخير لكل مشاهدي برنامج صباح الشرقية نبلش إياكم بشوار حلقتنا لهذا اليوم والبداية مع العناوين للشعر كثيرين من الهوات منهم من يحب سماعه ومنهم من يحب حفظه أو كتابته أو إنقائه واستطلاح حلقتنا اليوم هو هل تحب قراءة وسماع الأبيات الشعرية وما أكثر بيت شعر حفظته وأثر بك وخبيرة الصورة والمظهر علياء العقالي تحدثنا اليوم عن قواءة الشراء في موسم التخفيضات ديمة أسلان مباشرة من تركيا تقدم لنا وجبة الإفطار الشامية المعروفة فتة الحمص بالزيت والسمنة أما في الأخبار المنوعة لحلقة اليوم في الصين مقاطعة تكافئ من ترغب بالزواج على أن يكون عمرها 25 عاما أو أقل وجنون الشهرة يدفع شاب أمريكي لخسارة نصف مليون دولار في ثواني باقي تفاصيل في حلقة اليوم ومشاهدين نهاية العنوين أكيد ما ننسى دائما يكون هناك سؤال التفاعلي وسؤالنا التفاعلي لليوم هل تحب الشعر وتجيد كتابته وما أكثر بيت شعري يأثر فيك؟ كالعادة مشاهدين تقدرون تشاركونا عن طريق نسخكم بيوكوار كود الظهر أسفل الشاشة اللي رح يأخذكم لصفحتنا على الإنستجرام تقدرون تكتبونا الأبيات الشعرية اللي أنتوا حافظها واللي أنتوا تأثرتوا بيها أكثر شي خلال الفترة الماضية زين كثير من الأشخاص طبعا يحبون أنه الشعر الشعبي أو الفصيح ودائما يحاولون البحث عن خلين نقول شعر مختلف أكو من يحب شعر الحب الوطن وأعتقد هاي تنأكس على حالة الإنسان حسب شنو يحب شنو رأيك؟ أكيد بالتأكيد زهراء وأغلب الهوات من بعد ما يوصلون إلى مرحلة تشبه الإشباع يصيرون هما أيضا يكتبون أو حتى يلقون الشعر بطريقتهم الخاصة اللي ممكن تكون أو يعني الشعر يكون مؤثر بيهم أو انطاهم مخيلة تلقاء ما تشبه الأصل وهذا من هذا المنطلق مشاهدين حابين نسأل بسؤالنا التفاعل لحلقة اليوم هل تحب قراءة وسماع الأبيات الشعرية؟ وما أكثر بيت شعري حفظته وأثر بك طبعا كل شي أحب أسمع وأقرى الشعر وخصوصا إحنا العراقين كل شي نحب الشعر وخصوصا بهاي فترتنا سنة الثلاثة وعشرين ممثل قبل يعني نروح للمكسبة ونأخذ الكتاب ونقرأ نشتري هنانا هسا صار بسهولة ينزل الكتاب عن التواصل الاجتماعي ونقرأ ونفضه هناك بيت قديم يقول تحل حبل الصبر بيدك وناشد وجديد الشعر أكتب لك وناشد تراني متابعة خبارك وناشد خافد كل ما تسأل علي هذا كل شي أحبه لأنني عندي أختة شبيرة ببغضاء الساكنة وجدتي أبو ماما ساكن بالخارج باليونان فدائما أحب بيش أقرأ شعر عن البعد العراقيين عندهم ذوق بالشعر والآخر الشعر والنثق بشكل عام فأي نعم أنا من عشاقه من اللي عنده اهتمام بهاي الأمور أنا أسمع بصراحة ذوقي يتقبل كل شيء سواء الفصحة أو الشعبي أو حتى النثري أو الشعر الحر يعني كل شيء أسمع كل شيء باللغة العربية اللغة العربية لغة غنية بالشعر جاء فيه باليبيت حلو لبدر شاكر السياب اللي يقول إني لا أعجب كيف يمكن أن يكون الخائنون أيخون إنسان بلاده إن خان معنا أن يكون فكيف يمكن أن يكون هاي بدر شاكر السياب هو وغيره عندك مثلا عندك للشعر عبد الرزاق عبد الواحد عنده شعر في قصيدة اسمها سفر التكوين يتحدث فيها طبعا أنا أكثر شيء أمين للوطنية بشكل عام بعيدا عن التسويف والتسويف وإلى آخره عنده شعر يقول عندما كورت وعندما كل آياتها صورت قيل للشمس أن لا تغيب وللنجم يكون أنت منها قريب فشق في الأرض منعاطفان فيهم الماء يجريان طيانا يأذيني هذا البيت الشعري حقيقة فاختلط الفجر بالليل والنار وبالسيل كلهم بأمر يساق فأتى الصوت تكوني فكان العراق أكيد طبعا إحنا كل يتنا نحب الأشعار وكل واحد يلجأ له للشعر قراءة الشعر وحفظ الشعر كل شيء وكل شيء حلو بيه وخصوصا إحنا لما الواحد يضوج أو يمر لفد مشكلة أو يمر لأي شيء يلجأ للأشعار ويلجأ للسماع للأشعار قاني خاصة أنه أسمع للشعر أحب أتطرق له أحب أنه أسمع كل شيء هواي بس ما أحفظه يعني بس أحب أنه أسمع لهواي وطبعا هاي كل واحد يمر بيه محب للشعر الشعر يعني بالذات الشعر الغزلي نقدر نقول الشعر الغزلي جدا جميل يجذبني وأحب أتابع اليوتيوب دائما بيت حلو يقول يا بنتي اللي ما ستر راسة الشال وبزعمة شنج من أكبر العوائل أنا بقول الحق والحق ينقال اللي تستر هي بنت الحمايل ما هي بكشخة وخاتم السلسال ستر العيال الحمايل دلائل يا بنت لو قلتي لي المهر بريال والله فلعنز عليك السلايل والله لأخط باللي على راسة جلاله كان مضلبة ثمانين حاله سلامتكم أي دائما مثلا أكثر شيء الإنسان من مر مثلا نفد فترة حزن أو يعني فد ضغط أو هيتشي يلتج إلى الشعر يحسة فد شكوى يعني أنه يشكي بيها يقول شلتي دي من عندك بعد سوت تريدة مهنة وأقعد وناموا يا الغرب والسانة قصة وداعتك لو أنا عليك وغنى لا ترجع تدور صلح من هالسوال في كفنة دم أحنا طحنا بنصبح اللظن دي أكتل منه يعني هذا الشعر مثلا علم فارق أو اللي شون أقول لك مثلا مترك هو صديق أو صديق غادر بي يعني يلتج إلى الشعر أحب البيات الشعرية والشو أهتم بشعراء يعني وأستمع للشعر الشعبي أكثر من القفل يعني مثل ما يقول الوزنه قافيا نجيبك على السلف تسوى السلف كله والنفارق محب بالسلف شله أريد أصفن بوجهك صفنة الميتين ما أرمش لو أن شتيتني بسلة يعني هذا البيت كلش أثر بي خاصة أنه يحد يتحدث عن الفراق والحبيب وسلف أي نعم أكيد أحبهم وأسمحهم دائما الحياة شعر يعني تكتل حالات البيك والمثلك يهيد إش طلعك ضوة اليوم ضل دايخ العيد يلوموني لأن سميتك هواي ومشيتوا ياك وانت مو بقدي أحبك عود عوفك سال فهاي أحبك حتى من الصير ضدي الشعر مثل ما يقول فشي يتجسد بداخلك سوى أنت صغيرة أو كبيرة والبعض أنه يكون هواية يعني كبداية حياتك كشباب مراهقة تعرف أنه تفر فيش مرحلة يعني تكتب كمغتطفات نفسك أو شغلات أنت تنعجب بيها أو حياتك اليومية اللي تكون مثل ما يقول حسب الأجوال اللي تعيشها حسب طلعاتك أصدقائك العلاقات اللي تمر بيها يعني آه كذا شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نوع من أنواع الشعر أكو ناس تحب تلقي أكو ناس تحب يمكن ما تحفظه بس تحب تقرأ أكيد 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 يعني شخصيا من أشخاص اللي أحب أسمع الشعر مو أسوي القاء فعجبني هذا البيت الشعر الكل الش حال لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه هذا همنا ينسب إلى شعر راحل الكبير كريم العراقي لكن هو بأحد المقابلات طلع قال أنه معلم أثناء ما كان دا يشرح كتب هذا البيت وبعدين هو درجة بشعر هو كان دا يلقيه وطور بعدين إلى أن صار قصيدة كلش طويلة وحلوة ومميزة جدا نقرأ بعض التعليقات يا زهراء أكو هواية كاتبين بس أبيات شعرية كلش طويلة بس دا أشوف أنه أكو أكو حب وإلمام من ناحية الشعرية للمعلقين اللي دا يعلقون على السوء كلش حلو أنه أكو إلمام بالضبط بالموضوع لنقرأ هواية تعليقات ما حد كاتب شعر كلش قصير نقرأه بس أنه الحلو أنه أشخاص هنا كاتبين أنا يحب نزار القباني تمارا كاتبة هنا لين كاتبة أنا مو من محبين الشعر أبدا أكو من أشخاص ميحبون الشعر زين يعني مو شرط يكونون أذواق بالنهاية أذواق بالنهاية طبعا المشاهدين راح نكمل وياكم فقراتنا ونرجع نقرأ تعليقاتكم عن سؤالنا التفاعلين مع المناختكم إلى فقرة ضيفتنا لليوم مع دخولنا إلى العام الدراسي الجديد والانتقال إلى فصل الصيف تبدأ خلينا نقول التخفيضات الكبيرة لصير بالمحلات على الملابس وعلى الأشياء اللي تدفع الناس أن تروح للسوق خصوصا اللي كانوا ينتظرون هذا الموسم واليوم راح تحدثنا ضيفتنا بالأستوديو خبيرة ايتيكيت والصورة والمظهر علياء العقالي عن قواعد ونصائح مهمة قبل الذهاب لسوق ونشتر من هذه التخفيضات والملابس صباح الخير عايش علياء صباح الخير صباح الخير يسأل لي صباح فكرا علياء سؤال مهم جدا نحن سنقترب من هذا الموسم اللي يحتاج إلى يكون عندنا لبسات جديدة ونتهيأ للعام الدراسي والجامعات فشون واحده نفسه حتى يستقل هذا الفصل هو أكيد أحنا قلنا أكل حتى تصير موجة تخفيضات وأتياري هو كل نهاية موسم وأحنا ممكن نستغل هذه التخفيضات يصير استثمار ممتاز بالنسبة أنه وممكن إذا ما عرفنا نتسوق بشكل صحيح يصير فخ بالنسبة أنه فالتخفيضات اللي حتى تصير ممكن يصير فخ بالنسبة أنه فأول شيء إحنا بداية قبل كل شيء أكو نقطة مهمة إحنا دائما نقولها ونذكرها إنه إحنا اللي عنده دولاب ملابس منظم لحيكون دائما التسوق الخاص بي صحيح ومنظم دولاب الملابس المنظم مو أقصد بي أنه يعني الهدوم مرتبة خلاص لا يعني إحنا أكو طبعا نوع إنه هو للتقسيم يأما تقسيم حسب الألوان أو تقسيم حسب القطاع يعني بمعنى إحنا نعرف شعرنا قطاع ملابس نعرف شعرنا قطاع أساسية نعرف الألوان اللي موجودة عندنا التدرجات بحيث إحنا مرتة ثانية ما نعيد نشتري هاي القطعة وبالتالي لح تنترك هاي القطعة وما نلبسها وما نستفاد من أدهم والنقطة الثانية إنه إحنا نعرف استايلنا إحنا شنو وين رايحين شغلنا شنو وضع استايل حياتنا العام بشكل عام شن الأشياء اللي نحب نلبسها فعلى الأساس إحنا نتسوق أيضا إحنا طبيعة عملنا مثل ما قلت شون تكون طبيعة حياتنا بشكل عام هذه الفترة هي نفسها ثابتة ما تغيرت احتمال تغيرت طبيعة حياتنا فعلى الأساس إحنا نعرف شون نتسوق وأيضا الوقت المناسب يعني نختاره الوقت المناسب للتسوق هذه كلها تأثر على طبيعة القطعة اللي احنا قدر يعني طبعا هو مجرد طلع تسوق بأساسيات علياء فأريد أسألت شنو هي الخطوات اللي لازم احنا أول ما نسمع بالتخفيضات نسويها شنو الأوقات المناسبة ننزل نشتري ملابس بيها احشينا شوي عن هذا الوضع هو لازم انا داما أفضل أقول احنا قبل ما يصير التخفيضات قبل فترة نروح نسوي جولة يعني نشوف شون الأسعار حتى احنا لن ندخل بخدعات انه مرات السعر هو نفسه صحيح وكاتبين تخفيضات بعدين احنا ضروري جدا انه من نشوف التخفيض نتأكد انه هذا التخفيض حقيقي أو مو حقيقي لانه أغلب التخفيضات للأسف هي يعني صارت اكو شركات خاصة بتسويق هذا الموضوع لانه ومين يشوفون اكو حركة السوق واقفة او البيع واقفة تدخل بموجة التخفيضات فالتخفيضات لها مواسم كل ما تكون بموسمها الصحيح اللي هو مثلا انتقال من صيف الى شتاء او من شتاء الى صيف كل ما يكون التخفيض صحيح وحقيقي اكثر كل ما يكون التخفيض ما متحدد بوقت معين يعني اكو تخفيضات ما تقول لك احنا بس هالأربع تيام بس هالأسبوع تخفيض هذا بيها خدعة يدي مشي بضاعة وكل ما يكون التخفيض ايضا على كل القطع مو قطعة وحدة يعني مثلا تدخل للمحل تشوف وكات التخفيضات بس تدخل للمحل تشوف اكو مقفو قطع معينة بس انت عليها التخفيض زي انت مكاتب يعني هايضا كلها تعتبر خدعة الوقت المناسب احنا لازم دائما نحاول يعني ببداية التخفيضات الروح ودائما نحاول يكون في وقت نهار في وقت ما بي ازدحام لانه كل ما يكون ازدحام كل ما حيكون تأثير علينا تشوش انه يكون تسوقنا عشوائي لانه بتأثير الازدحام وتأثير ضيق الوقت ومرات نقول لحي خلاص وخلاص وقت التخفيضات وخلاص بس هالفترة هاية فنقول نتسوق بشكل عشوائي وبالتالي نعني يأكد لح نختار قطع لح تندب هالقطع وما نستفاد من عندها ايضا اكو نقطة مهمة جدا التأثير النفسي يعني انا ما روح نفسي تتعب وانا وراح ادا اسوق ودا اشتري يهدوم وملابس إلي لانه بهالحالة تأثير النفسي لحيخلي عندك جوع لشاراء القطع اللي انت ما تحتاجها وايضا نقطة ثانية انه انا اروح شبعانة طبعا ها معروفة علميا نفسي انه اروح شبعانة لانه جوع ايضا يأثر انه يخليك تشوش وتشتري قطع انت مالها داعب ترجوك على البيت لاكو تشمرها بعدين زين عليها اهمين اكو اعتقاد انه القطع اللي يكون عليها تخفيضات بالتحديد هي القطع خلينا نقول منتهية الصلاحية او انه تكون قطع زايدة هما مسؤولين عليها تخفيضات هل هذا الشيء شمال كل التخفيضات عادة لا ممكن للتخفيضات انا قلت اكو تخفيضات بها خدعة واكو تخفيضات صحيحة يعني اكو براندات فعلا تنزل تخفيضات لنهاية الموسم بالتالي هالقطع هذا منبعت عندها وخلاص الموسم وهي احنا نعرف موضوع الموضوع والتريند ولازم قطع تنباع بموسم معين فده منبعت فيضطر يسوي عليها تخفيض فهذا يعني تخفيض حقيقي لكن اكو بضاعة هي اصلا سيئة وبدون جودة هذي تشوف عليها تخفيضات يعني اصلا حتى هم مو حقيقية والاسعار نفسها وبعدين اكو محلات قدهم خدعة يعلون السعر قبل موعد التخفيض بفترة تروح تتفاجئ يتاكون على الاسعار الاسعار شو صاعدة شو الموضوع وراها رأسها نفت رأيي بدون ينزلون الاسعار هو نفسه سعر الأولاني بس هو مسأوي لك هاي الخدعة حتى انت تتسوق المهم احنا بالمجمل نختار القطع اللي تفيدني يعني احنا دائما من نختار القطع نفكر هذي ترهم موياني هذا اللون يعني مو بس اشوف تخفيض على لون معين وخلاص اشتريت ايه رقيص بس يرهم موياني يرهم مويستايلي يناسبني آني وبعدين اخلي ببالي انه القطع اللي هاخذها مو قطع انا لح اروح اضطر اشتري بعدين من السوق واصرف فلوس مرت الثانية يعني دور قطع ثانية ترهم مويانا القطع اللي هاشتريها اخلي ببالي اقدر انسقها لأقل شيء اثنين تنسيقات يعني القطع الموجودة اللي عندي اي واحسن استثمار بشراء في وقت التخفيضات هي القطع الاساسية احنا دائما عندنا قطع اساسية اللي هي البدلة السودة السترة القميصة الابيض التنور السودة اكو قطع اساسية مهمة وملابس الرياضة طبعا ايضا مهمة هذه اذا لقينا عليها تخفيض هذه جدا مهم انه نشتريها واستثمار جدا ممتاز مو خسارة واضافة الى ذلك القطع اللي ممكن احنا ننسقها وياها واكو قطع اكو شغلة الناس دائما تنتبه على القطع الاساسية وينسوا الموضوع الاكسسوارات دائما يصد تخفيض على الاكسسوارات الاكسسوار جدا مهم بتنسيق الملابس ويصير تخفيض على الاحذية والحقائب الاحذية والحقائب ممكن خطورة الشراء يعني الاستثمار بيصير اقوى لانه مو بسهولة تتغير مو بسهولة ينزل بها تريند يعني كل جهو هواية فاذا تعتبر من ضمن نقاط الاستثمار الاحذية والحقائب زي ما هذه كلها استثمار بوقت التخفيضات ذي عليا اكو شغلة من تصير بوقت التخفيضات حتى بالمحلات والبراندات الزينة ممكن تخرى بعدهم قطعة او يصير عليها لون ما يطلع او تكون مزروفة ويحطوها والناس لانه عليها تخفيض يشتروها فاكيد مصادفة او سامعة بهذا الشيء ايهاي هي واحدة من الخدع انه هو التأثير النفسي انه تخفيض وخلاص ونروح نركض ونروح نشتري لا لازم ننتبه واحدة من النقاط جودة القطعة يعني القطعة بها جودة يعني اكيد ما تلفان القطعة ونحن نجد نشتريها لانه رقيصة بالتالي ايضا انه تلقيت لح تنذب هذه القطعة وما لح نستفاد منها فاذا هي جودة القطعة مهمة جدا ومناسبتها وملائمتها انه هذه اهم نقاط اللي احنا على اساسها نتسوق من وقت التخفيضات اذا علياء شكرا جزيلا على هذه المعلومات المهمة والقيمة جدا خصوصا بهذا الموسم مثلما قلنا هو موسم خاص بالتسوق والتحضير للمدارس ويضا للجامعات ويضا للشغل اللي ما اخذ بريك اكيد طبعا شكرا إليك علياء شكرا إليك علياء اسلاموني شكرا اذا مشاهدين نذكركم بسؤالة تفاعلي لحلقة اليوم هل تحب الشعر وتجيد كتابته وما اكثر بيت اثر عليك ام تكدون جابونا عبر انستغرام الشرقية على البوست الموجود وده اقرأ هنا شنو منو عندك يحب الشعر زين هو صراحة كلهم كاتبين يعني ما كاتبين ابيات شعرية قصيرة جدا كاتبين انه احنا نهتم للشعر خصوصا اذا كان للشعر وقع علينا او تأثير علينا او يحس الشخص انه هذا الشعر دي عبر او هذا البيت الشعري دي عبر على حياته او عليه بالتحديد انا قرأت تعليق كلش حلو زين جميل كاتب تطوير الذات امر مهم جدا والشعر من ضمنها لانه مثل ما تعرفون الشعر دائما ينطلب حتى بجامعات بتخصصات معينة ان الواحد يقرأ لانه يطور من مهاراته اكثر واكثر طبعا رح نرجع نقرأ تعليقات بس زين شو رأيك بالريوق الصباحي انت تحب تتريق الصباح لو لا احنا مرة سوينا فتقر ان انت زرع اذا تذكرين وشان انه يعني الاشخاص ممكن احنا ما نتفق بالريوق نهائيا الاذواق مو بس بالشعر تختلف لكن ايضا الريوق الصباحي ممكن يكون الى المناطق المحددة لهم ريوقهم الخاص احنا بالعراق دائما اكلنا يكون دسم الجيمر البيض المخلم كل بلد هيتش الى فطور معين بالتحديد بس وين هنروح اليوم اليوم رح ناخذكم مشاهدين الى تركيا مباشرة مع الشيف ديمة اصلا واللي اختارت النا اليوم طبق الشامي صباحي وتقريبا صار موجود بكل البلدان العربية خصوصا يعني بالمطاعم العربية مثل السوري واللبناني والاردني واللي هو فتت حمص بالزيت وايضا بالسمنة فنصبح على شيف ديمة صباح الخير عليك جناي دولار جناي دولار كيفكم يا سيد صباحكم وصباح المشاهدين صباح الخير عليك ديمة ديمة هذا طبعا طبق خمين موجود يمنى بأربيل بكل المطاعم صار موجود اللي هو فتت الحمص فاحتي لنا شن المكونات الموجودة ويانا اليوم هلا اليوم مثل ما رح نعمل الفطور المشهور جدا بالشام واللي هو فتت حمص بس مو اللي انتو تعرفوها اللي هي ينقلها بالشام فتت سمني اللي العالم معتادة النطائك لها اللي اليوم نحن رح نعملها هي فتت فقسة باللولة بالشام وسبب هاي التسمية انو نحن عمنا مرقة الحمص اللي انا رح ضيفها وهي سخنة نبلش فيها تقريبا هون عندي ثلاث كاسات مرقة حمص سموها فقسة لانو لما نهي المرقة نحن نعملها ضربة بالخلاط بسبب وجود مادة السابونين بمرقة بأشور الحمص فهي تتفعل لما نحن شوفوا كيف نعملها ضربة نصير لونة أبيض فهذا بسبب تسميتها انو فقسة هون فقس عنا مرقة الحمص هاي الفتة بينضف لها نصف كاسة زيت زيتون وطبعا كانوا ايام زمان يستخدموا زيت الزيتون اللي يكون عاملينه اول ممستخرجين الزيتون يعني اول عقل الزيتون البكر ومخزنينه فترة طويلة عشان زيت فيه كمية الأحماض الدهنية وينضف لها كمان توم تقريبا اربع او خمس سنان توم بتكون شوي قوية فيها وكمان بدنا نضف لها ملح شوي الملح وطبعا الزيتون نعمل ضربة تقريبا تقريبا ما بتاخد معنا دقيقة لنطلق وهي بتنضاف على خبز الخبز هون لازل يكون مأمر مو يعني مو انه لدرجة انه نحمسه كتير بالفرن مو يعني وبدي ارجع ضيف عليهم طبعا الفترة شوفوا كيف صار لونة ابيض طبعا انها السباب هو تفاعل مادة الصابونية منضيف عليها وطبعا هاي من ألذ الفتات يعني اللي اللي مجرب بالسمنة على طول يمكن ما بيخترب بانا او بيستغربوها انه لهي الفتة بس هي كتير لذيذة يعني لازم يجربوها وهي الفتة بس يعني زينتها بالكمون لازم بنحط لها كمية كمون كتير نيحة لانه طعمتها معنا بالكمون وتنتظريها شوية كبرد دائما بعدين نتقدميها لا هي طيبة طيبة سخنة لازم تقدم سخنة اوكي لازم دائما نفقسة تكون سخنة هاي هيك فوران صارت جاهز للتقديم هلا بنحضر نوع الفتة الثاني اللي هو فتة بالسمنة طبعا هون الخبز عنا مشارك يكون مأمر يعني ومحتي لازم يكون مأمر لانه الخبز لازم يصير مباشرش يعني مبلول مميح فبدي حضر له انا السوس واللي هو زبدية لبن روب بتقول له روب صح؟ اي صح أصير ليمونة تقريبا وبدي ضيف عليهم شوية ملح وعندي هون كمان سنين ثوم بس هون الله يعينه اللي بيبطر فكتا وبيتلع شو ندافك ناس الشي باقوا شو نها الثوم من الصوح واللي رايح واللي رايح الشغل مشكلة انه اغلب الاكلات الشامية الثوم فيها اساسي صحيح يعني حتى انا كتا ما بتطلع وبدي ضيف هون عليهم تحينة اللي هو راشي 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 زهرة اكتر قوية هذا هون الصوت عنا صحيح ظاهز الحلو ديب انها سريعة 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 ما بتاخد معكم يعني ابدا وقت بزا المواد طبعا هي الاساس فيها الحمص الحمص نكون نحنا نعقينه وعمليله سلقة وبيكون جاهز معنا فورا لتقليم هلا هون بدي ضيف من ميت الحمص على هذا الخبز عشان يطرق هلنا نضيف كمية منيحة من المي زين هذا المي ما رح يخلي التماسك مع الصوت ماتة يقل او لا؟ لا لا لانه هاي الطبقة كلها رح تضل تحت وانا بعملهم هيك تقليبة عشان يتشرب اوكي خبز مضبوط وفينا نخلي مثلا كمان البهارات في منهم بيحبوه طبعا الكمون هون اساسي لانه بتاع في الحمص ارده بيعمل نفقة عشان هيك بالفتات دايما الكمون بيكون موجود عنا جميل جدا وهذا بابريكا؟ هذا بابريكا ايه اوكي نسيت احكيها وهلا بدي ضيف الصوت اللي رهزته هذا بدون غدا زين يعني تاكل فتة هذا الغدا والعشاء كله سوا مو؟ هذا كله سوا قادينا نمد هيك الطبقة طبعا هون احنا ما لازم نخلص نرجعين زين بس هم طيبين يعني صح ممكن شوي بتحسون تعالى على المدر بس يعني فتة سبحان الله الى طقوسة يعني طيبة وخصوصا ليكم بالشام كانت اكتر شي هي فطور يوم الجمعة يعني الناس اللي بتكون يوم التعطيل ايه انه قاعدين بالبيت وبعدين مع تطوقت يعني المطاعم وانه صارت كثير تتقدم فصارت تنوجد بأيام الاسبوع ولا قبل كانت حتى بالشام العشاء بتلاقوها بالمطاعم الزحمة يعني اكلى دسمة جدا ايه انه هي فطور يوم الجمعة يعني مو الناس بتصحى متأخرة وبتجتمع العيلة فكر مال هيك بيعملوها ديما مثل مثل الكاهي والقامر عدنا يوم الجمعة ايه وانا مثل الكاهي والقامر بس مخبطين اشوي كاهي والقامر يومنا هاي خف كل بلد يقوله طقوسه هلا عن زين هابلوز سنوبر شو اللي بيحبوهنه انه يكون موجود فينا خبز معمر كمان بيطلع طيب وهون في عنا اساس بهاي الفتة ولهيك سموها فتة بالسمنة لانه اخر الشي السمنة هون بتكون نحنا مسخنية مضبوط مضبوط عن نار وهلا بكون تسمعوا هاد الصوت اللي انا دايما مرافقني انا بصفرة رمضان على فكرة كل يوم بيكون عندي فتة على الفطور كلي نشوفوا المنظر شوين رح يصير اهام توقفوا هاي صارت فتة بالسمنة تصير شوية دسمة اهلي حدثت شنت دا اقول خفيفة بس بدلت رأيه لا اتراجع من السمنة اللي بتنحط على الوش وعن جد كتير طيبين يعني اللي لسموه مجرر فتة بالشام لازم يجرب هون وان شاء الله يكون عاجبكم ديما ممكن احنا نستبدل السمنة بزيت عادي اكو ناس تستبدل هلو اكو هلا اكو اكو بس هو متل ما بيقولولك كل اكلة الى تكنيكا واصولها لما انت تجد تغيري نكهة السمنة السمن الاصلي فالزيت ما رح يعطيها هاي الطعمة الطيبة لانه هي نكهتها السمن يعني التقل انتو شون بدي لكم فيه اكلات كتير كمان عنكم لما يكون داخل فيها السمن ما منقدر نبدله بزيت او زيت زيتون صح 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 من السمن يعني طبعا بالعافية اللي عندك بالبيت دعمنا مدلعتها وانت ديما وحتى مصورنا مصطفى دعمنا مدلع بالاكلات والتيج فبالعافية عليكم التقرير عامل طبعا شكرا الى الشعر شكرا شكرا طبعا نرجع اياكم مشاهدين ذكركم بسؤال التفاعلين موجودة على انستجرام الشرقية هل تحب الشعر وتجيد كتابته وما اكثر بيت شعري اثر بك هل تخلو شيء من تعليقات دين وياك انا راح احاول اقرأ هذا البيت الشعري يعني مو كلش يعني اجيد القراءة لكن يعني بالاخرس الفصحة الموجودة بالشعر لكن علي كاتب امير الشعر العربي احمد شوقي يعني اكوفت جملة هيتشي كاتبة قيف دون رأيك في الحياة مجاهدا ان الحياة عقيدة وجهات هذا ممكن ينسب الى امير الشعر العربي احمد شوقي يعني كلش اكو دعاني هم اندي اقرأ يعني في التعليقات كلش حلوة اكو هواي ناس مهتمة بالشعر وهذا فشي جدا ايجابي مثله مثل قراءة الكتب لان همين هو يعتبر ثقافة كلش حلوة اهنان همين اندي اقرأ هواي ناس كاتبة من الزار القباني محمود درويش شون بعد شفت اسماء عندك مختلفة هي هاي دائما تتمحور الاسلامي حول هذول الشعار اللي هما كلش بارزين بالوطن العربي خصوصا انه اكو هواية مطربين وفنانين غنوا اشعار غنوا ايه خصوصا من الزار القباني اكيد كريم العراقي ايضا كريم العراقي ايضا طبعا زين انا دائما اشيقول لك الوقت الحلو يمر بسرعة وصلنا الى ختم خلقتنا مشاهدينا من بداية اسبوع انتظرونا غدا بحلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة